ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تحل مشكلة الخطأ في التحليل حدثك مشكلة اثناء تحليل الحزمة على الاندرويد زي ما انت شايف كده انا لما اجي افتح اي طبيق عندي او انا وكن منزل اي طبيق خارج متجر بلاي على طول بيزهر لي نفس الرسالة دي في اي رسالة طيب الطبيق اللي انا كنت عايز اعمله ده ده الطبيق الخاص بمتجر جوجل بلاي كنت عايز اعمله اوبديت زي ما انت شايف كده انا محتاج اعمل اوبديت لمتجر جوجل بلاي وينزلته من اي موقع تاني زي اي بي كيبيور او اي موقع تاني طيب المهم دلوقتي هاي عايز احل مشكلة حدثك مشكلة في او حدثك مشكلة اثناء تحليل الحزمة تمام بضغط عندي على كلمة موافق وبعد نين بخرج خالص كده ونبدأ بحل المشكلة انك بتروح عندك على الاعدادات وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتدور على حاجة اسمها حول الهاتف وبتلاقي اصدار الاندرويد الخاص بيك انت يعني لو الاصدار بتاعك اربعة اربعة اتنين يبقى ده اصدار كتكات لو اعلى من كده بيبقى اصدار اسمه لوليبوب خلي بالك بقى ان انا بروح عندي بروح على اي متصفح كده وبكتب اي الطبيق اللي انا محتاج اعمله دونلود طبعا انا هعمل كده يا رجوع كنت بنزل طبيقات تانية هكتب هنا جوجل بلاي تمام وبعد كده بتكتب الرقم اللي احنا كنا ايليه من شوية اللي هو اربعة نقطة اربعة نقطة وبعدين هنا تقريبا نرجع تاني معلش نسيت هنا اربعة اربعة اتنين تمام حلوة كده جوجل بلاي اربعة اربعة اتنين سبيس اربعة دوت اربعة دوت اتنين خلي بالك بقى بضغط عندي على دخول طبعا لو فتح لي اي حاجة تانية انت حاول تخرج منها خالص تمام تفتح بس المتصفح وركز على المتصفح بتاعنا بس تستنى شوية كده طبعا الانترنت عندي بطيق حبتين قالك هنا جوجل بلاي اربعة اربعة اتنين وزي ما انت شايف كده هنا بيعرض لي اكتر من تطبيق زي ما انت شايف كده على سبيل مثال ان انا اروح عندي على ابي كي ميرور عندي هنا اندرويد اربعة اربعة اتنين طبعا اربعة اربعة اتنين ومكتوب جنبه اربعة اربعة بلاس طبعا ده اللي هو اعلى من اربعة 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 اتنين او من بداية اربعة 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 اتنين اربعة 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 اخمسة على حسب الاسدار الخاص بتليفونك امتى طبعا انت لو الموقع ما فتحش معاك تقدر تعمله رفرش عادي جدا ما فتحش معاك خالص ارجع خطوطين وادخل على اي موقع تاني على سبيل المسال ان انا هدخل عندي مسلا على الموقع ده بعد كده بادور عندي على اي كلمة تحميل طبعا اربعة اربعة اتنين هنا اضغط عندك على كلمة تحميل وبعد كده بتنزل تقوله هنا تحميل مجانا وبيبدأ عملية الداونلود الخاصة بالطبيق اللي احنا كنا عاوزينه احنا مش هطول عليك ارجع تاني كده انا نزلت بالفعل التطبيق زي ما انت شايف كده التطبيق طبعا مقارنة بحجم التطبيق الكبير اللي هو دلوقت بحجم التطبيق اللي هو الخاص باصدارك امتى لان اصدارك اقدم وكده بيحتاج حجم اقل لان الجهاز بتاعك اكيد قديم فبيحتاج حجم اقل مجرد ما بتضغط على التطبيق نفسه كده على طول بيعمل تثبيت عادي جدا لو قالك انا تريد تثبيت تحديث لهذا التطبيق قل له نعم وهضغط عندك على كلمة تثبيت وبكده احنا حلينا مشكلة حادثة مشكلة اثناء تحليل الحزمة في جوجل بلاي او حتى كمان هناك خطأ في توزيع الحزمة او الطبيق ليس مسبتا وده كان شرحي كامل في اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاندرويد ولو احتجت احياء حاجة توصل معي في التعليقات هرد عليك ان شاء الله دمتم بخير السلام عليكم